الاهلي وبعد طبعا عنده كمان ماتش مهم جدا قدام وفاق استيه بس ادري ان هو يتخطى مباراة او عقبة الرجاء المغربي والحمد لله انه هو تأهل الى نصف نهاية دور الابطال هتبقى مباراة مختلفة بالنسبة للنادي الاهلي في دوافع مختلفة مباراة طلاع الجيش ولا هتبقى مباراة سهلة بالنسبة له لا طبعا مفيش يعني بص هي فكرة مباراة سهلة فترة جاء النادي الاهلي دي طبعا صعبة النادي ينافس على الدوري تلاتة بهمتم مهمين جدا للفرقة يعني حتى للماتش افريقيا يعني هو دوافع انك بتكسب تخش الماتش كاسبان طبعا دوافع بتختلف غير ما يعني تتعصر تتعادل لقدر الله تخسر وتخش ماتش في افريقيا طبعا الاجواء بتبقى مختلفة فنتمنى طبعا اللعبة تبقى مركزة انها تخش في اجواء المكسب يعني تبقى التفاهم المكسب بيجيب مكسب مقتنع بموسماني يعني تساعد طبعا بيجيب نطشات كويسة مقتنع بيه انه هو يضرب النادي الاهلي وهو واحد بطولات وقدر نجح كلا الفترة اللي فاتت هي الكرة نتائج فانا شايف نتائجه كويسة في الاداء فيه تزبزب تمام بس الاغلب في الكرة بنقول مشى مشى انها بويكسب فانكمل بيه طبعا كابتن مون انتنسيت كمان اللي بكرة فيه مطش بيرامنز كمان او السراميكا اه الزمالك والمصر مطش جامد جدا الاهلي وطلع الجيش لازم الاهلي يلعب على المكسب يعني الاهلي وطلع الجيش لازم الاهلي يلعب على المكسب لان اي نتيجة فيها تعادل او خسارة هتأثر عليه في مطش افريقا فالاهلي لازم يلعب تشكيل السيئة لازم يلعب بشكل هجومي لازم ينفذ نفس الطريقة عشان ما يتعرضش الموقف بتاع الرجاء ان هو يكسب هنا اتنين واحد ولا يبقى واحد سفر ويروح هناك يبقى الموقف متأزم لازم يكسب على الأقل هنا مباراة افريقا اتنين ثلاثة مباراة طلع الجيش هيلعب خصم عنيد جدا كابتن طاري العشري بيدافع من نص الملعب هتلاقي الدنيا مقفولة نفس اللي هيحصل معه فاكس طيف هنا ونفس الشكل والطريقة اللي هيلعبوا بيها فلازم يلعب بالفرقة السيئة بالشكل اللي هيلعب بيها بالنسبة للسؤال اللي بتسألني عليه مسلماني قلتلك من شوية فيه مدربين ممكن تمسك اند الزمالك والاهلي واخده بطولة وممكن يمسك فرقة تانية ما يكسبش اي حاجة ما يمسكش يعني لاي يفشل مع اندية تانية فاي حد مع النادي الاهلي بينجح يعني كابتن